مرحبا بكم مشاهدين إلى هذا الموعد الأخباري ونستهله بتطور الأوضاع في قطاع غزة المحاصر ففي اليوم الخامس والخمسين بعد المئة يواصل المحتل الغاسب قصف المدنيين العزل في القطاع وقد استهدف اليوم تجمعا لفلسطينيين كانوا بصدد انتظار شاحنة مساعدة أدى إلى استشهاد عشرين مدنيا في وقت يكابد فيه الفلسطينيون للحصول على رغيف خبز واسط تحركات من أجل التوصل إلى اتفاق هدن قبيل شهر رمضان زين الملكي وتقرير التالي في ذوء شح المواد الغذائية في قطاع غزة وتهفت المدنيين على النزر القليل من المساعدات التي تصل القطاع يستغل المحتل الغاسب هذه التجمعات للإغالة على المدنيين العزل في عمليات لم تعد معزولة بل تتكرر بين الحين والآخر حيث استهدف اليوم دوري الكويت والنبلسي بمدينة غزة شمالي القطاع حيث ينتظر عدد كبير من الفلسطينيين وصول مساعدات غذائية موقعا عشرين شهيدا فيما استشهد 32 آخرون في قصف مكثف على دير البلح وأطرف مخيم النصيرات وخان يونس من بينهم أطفال وفي رحلة البحث المستمرة على الغذاء أيضا استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون عند سقوط ترود مساعدات جوا في مخيم الشاطئ الغربي مدينة غزة وذلك في عملية إنزال خاطئة وهو ما ينمي الانتقادات لهذه العمليات التي تقول بعض الدول المشاركة فيها إنها تتنزل ضمن المساعي لإيصال المعونة الطبية والإغاثية إلى السكان غزة بهدف التخفيف من آثار الحرب في حين يقول منتقدوها إنها مهينة ولا تفي بالحاجة وفي هذا الإطار ما زال المقترح الأمريكي إقامة ميناء مؤقت في سواحل غزة لنقل المساعدات عبر البحر إلى القطاع المحاصر تسيل الكثير من الحبر ففيما رحبت به عديد الدول الأوروبية ندد المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء بهذا المقترح الذي وصفه بالخبيث باعتبار أن الولايات المتحدة ما زالت تدعم المحتلة بالأسلحة والذخيرة وأن مقترح بايدن جاء استجابة لضغوط داخلية يمارسها الأمريكيون مع اقتراب الانتخابات في الولايات المتحدة وعلى مسافة أيام قليلة من شهر رمضان لا مؤشر وفق المتابعين على التوصل إلى هدنة إنسانية رغم تكثف التحركات في عواصم عدة آخرها الرياض التي تستعد لاحتضان اجتماع سداسي يهدف إلى وقف الآلة الحربية ويفسح المجال لدخول المساعدات الإنسانية وسط أنباء عن تمسك المقاومة الفلسطينية بشروطها وفي مقدمتها وقف العدوان وانسحاب قوة الاحتلال من القطاع في الشأن الوطني أفدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها نتوقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعة المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون خلال شهر رمضان المعظم لسنة 2024 الموافق للعام الهجري 1445 هجري على النحو التالي من يوم الأثنين إلى يوم الخميس التوقيت سيكون من الثامنة صباحا إلى الثانية ونصف بعد الزوال أما يوم الجمعة فسيكون توقيت العمل من الثامنة صباحا إلى الواحدة ونصف بعد الزوال عندما يرتبط التمكين الاقتصادي بتثمين الموارد الغبية في جبال الكاف هذا ما تسعى لتحقيقه جمعية إنصاف التي تدعم الشباب والعائلات وتساعدهم على بعث مشاريع اقتصادية لتكون النماذج للتنمية المستدامة وموارد رزق لمتساكن الجهب فكرة عن هذه المشاريع في روبرتاج لحسن الكريبي يتضمن هذا المشروع الذي عملت على تنفيذه جمعية إنصاف فالكاف تمكين عدد من العائلات المحاذية لغابة جبال الكبوش من موارد رزق عبر خلايا النحل وغراسة بعض الأصناف من الأشجار الغابية المثمرة وزيتين في نطاق دراسة مستدامة للغابات وتثمين الغابي الغير خشبي تم إنجاز مشروع بمنطقة معتملية الكافة الشرقية بجبال الكبوش بمنطقة جعونية جريدية وزويدية وهذا المشروع هو مشروع يهدف لتثمين الغابية وحماية الطربة وحماية البيئة المشروع هذه الأهمية التيعه هي عن ثلاثة أبعات عن بعد بيئي وهو حماية المنظومة الغابية بحكم إن المواطنين هم سكان محليين متاخمة للمناطق الغابية وبعد اقتصادي وبعد اجتماعي البعد اجتماعي هو مقاومة الهجرة والنزوح والبعد الاقتصادي هو دعم المناطق المحلية هذهك وتعتمد حياة السكان المتاخمين لغابة كبوش أساسا على مختلف الأنشطة المرتبطة بالغابة كالرعي وإنتاج ثمار الزجوغو واستخراج الزويد الروحية بالغابة هي دارة عني برش حاجات معانا تنفعت فيها بنحل وعندي معانا حيوانات يسرعوا فيها ونحل يرعى وعملت فيها شوي زيتون وشوي لوز احنا معاناش حتى حاجة أخرى كان الغابة بما سيفتنا معاناها متساكنين هنا قراب للغابة معاناش حتى حاجة نتفعوا منها كان الغابة نسمنوا المنتوجات الغابية نعملوا ونحل معاناش حاجة أخرى صناعية ولا كذلك كان حاجة التتماشى مع المنطقة اللي نحن فيها يهدف هذا المشروع إلى المصالحة بين المواطنين والغابات والتوجه نحو حسن التصرف في الثروات الغابية التي تعد مورد رزق للعائلات مشروع تصرف المستدام في الغابات والتثمين المنتوجات الغابية بجبل الكبو شهاد السويني مشروع يأمل القائمون عليه في حسن توظيف الغابات في التنمية دون التأثير على الغتاء الغابي والرعاوي نبقى في جهة الشمال الغربي وقد تنوعت المعروضات والمنتوجات التقليدية بمعرض الصناعات التقليدية بالقرية الحرفية بباجة معرض يساعد الحرفيين في الترويج لمنتوجاتهم ويسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالجهة مشرعوادي والتفاصيل بين اللباس التقليدي وآخر ابتكارات الحلي والمسوغ والأكلات التراثية تنوعت المعروضات في مختلف أجنحة معرض الصناعات التقليدية بالقرية الحرفية بباجة الذي تنظمه المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية والذي من المتظر أن يتواصل إلى نهاية شهر رمضان المعظم تعرف مدينة باجة تشهد اقبال كبير من الزوار وزد في طار الحرفيين وتمتيع الحرفيين من ترويج منتوجاتهم مكنناهم مش نعملوا معرض بالقرية الحرفية بباجة اللي هو ديما يدخل في إطار تنشيط الدورة الاقتصادية للجهة من ناحية أخرى عنا دورة تكوين اليوم مش نستغلوا الفرصة إن شاء الله مش نعطيهم شهايد ختم مرحلة التكوين وكذلك عنا محل في القرية الحرفية اليوم مش يقع تسليمه حوالي أربعين حرفيا وحرفيا أثثوا فضاء المعرض باعتباره فرصة لترويج آخر ابتكارات في مجالات الفنون والحرف المختلفة بولاية باجة خاصة وأن هاجس التسويق وغياب الدعم يظل القاسم المشترك بين مختلف العارضين الذين شددوا على أهمية التكوين كذلك للحفاظ على الموروث المادي واللمادي بعد عزوف عدد من الشبان على تعلم هذه الحرف مناسبة محلية اللي تعلمنا حتى في السوق كيفش نتعاملوا كيفش نسوقوا المنتوج حتى في الابتكارات نتعلموا من بعضنا نشوفوا شنو هذيك يفيدنا وشنو احنا نجموا في دور بيدري طيبة إن شاء الله في المعرض ذايا نخرجوا شوية هكا شوي منتوج فمني ودورة الاقتصادية دوروا بيها حتى للبليتة وجيسي دي رمضان ما شاء الله ونكونوا معنا التطريز يدوي بالعدس والعقيق والكونتيل ماذا بينا معناها ثم معناها إقبال معناها الشباب على بنية معناها التطريز يدوي تسليم مشاهدات تكوين في التسويق ووصولات تسجيل بسجيل الحرفيين ومجمعات خدمات التزويد وترويج منتجات الحرفيين في قطاع الصناعات التقليدية كان بين أبرز محاور هذه التظاهرات كذلك عنده صعوبات فيما خاصة الترويج والخدمة نتاحهم وحضوظهم في السوق الترويج حوالي 7600 حرفي بولاية باجة في مختلف الصناعات التقليدية رقم هام يتطلب إلى هذا القطاع مزيد العناية لخلق موات شغل حقيقية والقضاء على نسب البطالة المرتفعة في صفوف الشباب بالخصوص نظمت جامعة جابس ملتقا دوليا للمياه بالمعهد العالي لعلوم وتقنية المياه بجابس شارك فيه عدد هام من الخبراء والمختصين في المجال لتدارس الحلول والسبل الممكن للتخفيف من مخاطر الجفاف المحدق بالمغرب العربي ودول البحر الأبيض المتوسط عموما الروبرتاج لخميس ببطان في جامعة جابس وفي سياق انفتاح مؤسساتها الجامعية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافية ملتقا دولي حول الوضع المائي بولايات الجنوب التونسية في ظل المستجدات الدولية المناخية خاصة انتظم بفضاء كلية العلوم بجابس بتنظيم من المحد العالي لعلوم وتقنيات المياه وبالشاركة مع عديد الفاعلين الآخرين المهتمين استعرضت بعض التجارب في ظل الاستغلال أمثل المياه وكذلك بعض البحوث في مجال البحث العلمي تخص مجال المياه خاصة وانه تم مؤخرا احداث مخبر بحث جديد داخل جامعة جابس يتم بهذا الموضوع ونتمنى في اخر هذا اليوم سيتم معناها بلورد بعض التصورات التي معناها نحاول من خلالها حل هذا المشكل وضعية المياه بالجنوب التونسي وكذلك بشركزه على الحلول اللي ممكن يعني اقتراحها في اطار اقلمة قطاع الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية بالطبيعة بالنسبة للمعهد تم تعزيز هياك البحث المد الأخيرة ببعث مخبر اطلق عليه اسم مخبر المياه التطبيقية واللي هو بشكون الاطار للباحثين وللأساذة وللطلب الباحثين لانجاز مشاريع بحث باطار رسائل الدكتورة ملتقا تضمن جملة من المدخلات العلمية الى جانب عرض تجارب ناجحة لباحثين ابتكروا تقنيات للحد من استغلال المياه المفرطة وترشيدها في ولاية الجنوب التونسية حصل الكثير منها على براءات الاختراع وباتت واحدة من الحلول المعتمدة في هذا المجال لأكثر من عشر سنين كمدير عام للمؤسسة الصناعية واصلت البحث في الميدان يعني هذا واخترعت حاجات جديدة اللي هي تتماشى مع الموزع المردوم والموزع المردوم تقنية جديدة تمكن من الاقتصاد في مياه الرئي يعني 70% أقل من القطرة وتمكن كذلك مكافحة الجفاف وضع مائي متدهور من سنتين إلى أخرى بحسب الأخصائيين يزداد أزمة في ظل المتغيرات المناخية ما يتطلب تدخلات حاجلة على المدى المتوسط والبعيد لإيجاد حلول لذلك الوجهة الشبابية والرياضية بمدينة اسفاقس رافض تنموي وثقافي ورياضي يشكو عدة نقائس وخلال زيارته إلى اسفاقس أكد وزير الشباب والرياضة إمكانية إقامة شراكة بين القطعين العام والخاص لإنجاز المدينة الرياضية بالجهة زهير بن علي والتفاصيل المدينة الرياضية باسفاقس مشروع ما زال قيد الدرس والبحث لتجاوز كل الصعوبات التي حالت دون إنجازه وزير الشباب والرياضة ولد زيارته إلى ولاية اسفاقس يطرح مقاربة تتعلق بإمكانية إبرام شراكة بين القطاع العام والخاص لإنجاز هذا المشروع نعرف أنه من 2008 الدوسة هذه تطرح نعرف أنه صارت فيها العديد من المسائل ما نقولش مشاكل فقط نعرف أنه مرتبط كذلك بالتمويل طوى في الجلسة هذه تحدثنا على إمكانية أنه يكون هناك شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهذه يمكن أن نعتبرها يعني مسألة مهمة وإيجابية للغاية في أنه نقدمه في تحقيق هذا المشروع اللي هو بالنسبة للإسفاقسية يعتبر حلم أما مش بالنسبة للإسفاقسية فقط لتونس الكل توسعة ملعب الطيب لمهري وتهيئته ملف آخر يطرح في علاقة بتطوير المشاءات الرياضية وفق المواصفات المطلوبة مسألة المشاءات الرياضية والشبابية كذلك اللي يمكن نعتبرها معطلة أو يمكن التحسين فيها أول حاجة هو الملعب هذي اللي نحن وعدنا بالتوسعة بتاعه والإجراءات بديت على المستوى يعني الدراسات ثم العديد من المسائل اللي لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار يعني توسعة سيفري هي أول حاجة النجم اللي نبدأ فيها أماره على المستوى التقني ومن هناك العديد من التحديات اللي نحن نعرفوه رواحنا باش نرفعوه طيب ميري هو تجنقل معناها جوهرة في مدينة سفاقص نحن نحب المرعب الذية نحبه ونطوروه وندعموه نحبه ونكون مطابق للمواصفات الفنية خاصة اللي معناها الكاف معناها يكون مطابق باش يسوعه بمقاوم مقابلات معناها دولية ومعناها على المستوى العالمي المنشآت الشبابية والرياضية في مدينة سفاقص رافض تنموي وثقافي ورياضي غير أنها تشكو من عدة نقائس في مستوى البنية التحتية والتهيئة والصيانة أخيراً فتحت دار الشباب عينجل لاب من ولاية القيروان أبوابها أمام أبناء وشباب الجهاب بعد ثماني سنوات من الغلق وللتذكير فهذا المشروع يتضمن العديد من الاختصاصات كقاعة للمسرح والرقص وملعب لكرة القدم ومسرح في الهواء الطلقة روبرتاج مونيرا رابعي فرحة لا توصف في أعين أبناء معتمدية عينجلولة بعد تحقق حلم أهليها في انتلاق نشاط دار الشباب برجها في تقديم خدماتها بعد حرمان دام ثمانية سنوات وبقاء المشروع معطلا تلت هذه المدة رغم جاهزيته في نسبة كبيرة منه دار الشباب كنا نستاني وقتش نحب وطوجت الفرصة لها فرحة لا توصف في أعين أبناء معتمدية عينجلولة بعد تحقق حلم أهليها في انتلاق نشاط دار الشباب برجها في تقديم خدماتها بعد حرمان دام ثمانية سنوات وبقاء المشروع معطلا تلت هذه المدة رغم جاهزيته في نسبة كبيرة منه دار الشباب كنا نستاني وقتش نحب وطوجت الفرصة نحب أن ندخلوا فيها ونمرسوا برجها كل شاي كنت ملجأ الناس لكل وفي التسكير التي تذكرتها في البريود الفيت في الترابو حرمت برج أكتيفيتين من نشاط بتاحهم وصلنا وحققنا حاجة به واليوم مكسب العينجلولة ومكسب كل شيء موجود في عينجلولة ومكسب كل تلميذ معهد عينجلولة كلاج عينجلولة ومدرست عينجلولة حضرت دار الشبابة ديها مدى ثمانية سنين قط مسكرة مكسب جديد يضم عدة نواد تنشطية مجهزة وملعب معشب سيساهم في تعزيز التنمية القدرات والمهارات الشبابية وسقل مواهبها كلفة الإنجلولة في حدود 700 ألف دينار إعادة التهيئة والإعادة البناء ثم عديد فضائي التنشيط نواد تنشيط ثم ملعب معشب عشب استناء ثم قاعم متعدل تختصاصات يعني عديد النواد نادي موسيقى راديو ويب يعني عديد النواد اللي يستغلوهم الشباب إن شاء الله في ممارس الأنشتن ثم أنشتة في علاقة بالفضاءات الداخلية تتمثل في نوادي رقص نوادي رسم نوادي موسيقى وثم أنشتة خارجية في علاقة بممارسة أنشتة رياضية خاصة في الملعب معشب عشب استناء ثم إنجازوا هذا المشروع بقيمة 700 ألف دينار ومن شأنه احتواء فئة اليافعين والشباب وإبعادهم عن الآفات الاجتماعية التي تتربص بهم نظمت المندوبية الجهوية للتعليم بولاية المهدية ندوة دولية بمشاركة عدد من الهيكل التربوية وخبراء وطباء إيطاليين بهدف تمكين التلاميذ الذين لديهم صعوبات في التعلم من الاندماج بسهولة في الفضاء المدرسي تجسيما لشعار المدرسة تتسع للجميع نتابع روبرتاج من أعداد حياة رمضاني اضطرابات التعلم الواقع والأفاق هو عنون ندوة جهوية نظمتها مندوبية التربية بالمهدية بحضور عدد من المختصين والخبراء لطرح أليات دمج التلاميذ الذين يواجهون بعض الصعوبات في الدراسة الندوة هي ندوة دولية تقوم بالأساس في تار مشروع تربوي والثقافي للمندوبية الجهوية تحت شعار المدرسة التسع للجميع المشروع هذي إذا كان هو بتنسيق الندوة هذه كانت بتنسيق مع سد المتفقدين أيضا بالشراكة مع مجموعة من الأطباء الإيطاليين نحن نخدم انتلاق من مشروع معناها جهوي تربوي مواطني في عدة أهداف منهم احتواء التلاميذ ذوي صعوبات التعلم من أجل الحد من الفشل المدرسي والارتقاء بالنتائج المدرسية باعتبار أن هذه الفئة من التلاميذ هي أصبحت ظاهرة عامة بدنا بالمدرس يعني أخذينا أربع معتمديات حيث شخصنا المدرس التي تحمل أكثر عدد من ملفات الدمش حتى يستطيع المتفقد يعملوا تطويعات خاصة في إنجاز الفروض هذه الندوة التي احتضنها فضأوا الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بالمهدية شارك فيها إلى جنب عدد من الهياكل والإطارات التربوية عدد من الخبراء والأطباء خدمتي هي نحاول ندخل في التفاصيل العلمي التفاصيل العلمي هو بسي إبوستيرولوجي دمان ما وش موجود في تونس يستنعاونوا لبروفيسونيست نحسنوا الوضعية لنا في تونس سوخطوا لزيتوديونتهم بتاعنا في المدارس على خطر ظروفهم بتاع بيسر الحد من صعوبة التعلم لدى بعض التلاميذ ومساعدتهم على الاندماج في المدرسة من بين أهداف هذه الندوة من أجل مزيد الإحاطة بهم ودعم حقهم في التعلم بهذا إذن نصل مشاهدنا إلى ختام هذا الموعد الأخباري أجمل تحياتي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر